موسيقى عزيما ومرحبا بكم على الوفنية الأولى في مؤسسة تلفزة تونسية مرحبا بكم في متابعتها البلاتو المفتوح اللي تعمل خصيصا وبشكل استثنائي مواكبة للحقيقة للحدث الكبير اللي صار في تونس وهو حدث مؤلم وعنده زاد جوانب إيجابية لغالب يجبنا نقوله الحقيقة كانت أمطار غزيرة خير من عند ربي صحيح ولكن على الأرض على الواقع في أماكن محدة من الجمهورية تونسية في ولاية نابل بالتحديد كانت فيما خلي نقول كارثة من الخسائر المادية وأيضا من الخسائر البشرية بما أنه فقدنا حد الآن حسب الإحسائيات والأرقام الرسمية اللي وصلتنا أربع مواطنين الله يرحمهم ونعمهم وفي البداية نتوجه بالتعزية وبالمواساة وبكل مشاعر التضامن بتاع التوينس الكل ومتعنا أحنا في مؤسسة التلفزة تونسية إلى عائلات الظحايا الأربعة الله يرحمهم ونعمهم والتي تقريبا لكلهم كانت اليوم مواكب الدفن متاحهم اللي حضروا فيهم بعض الناس إلى جانب عائلاتهم وأقاربهم وإلى جانب جيرانهم وناس اللي تعرفهم من سكان نابل الله يرحمهم ونعمهم مرة أخرى ونعود نعبر على مؤسساتنا وتضامننا وتعزينا الصادقة لكل أهالي الظحايا وفي الحقيقة لماذا هما ما تقولنا لنا أحنا التوينس الكل لأنه كما ريتوا عنوان البرنامج تونس هي يد واحدة مهما كان المكان كما الشمال كما الجنوب كما الشرق كما الغرب كما وسط الجمهورية التونسية كما السواحل كما الناس اللي عايشة على الحدود وإحنا واجبنا كإعلام عمومي وكمرفق عمومي أنه نكونوا في الحدث ونحب نعتذر لكم حتى أنا شخصيا أنه إحنا متأخرين شوية اليوم سامحونا نعرف لي برشا ناس كانوا متغشين علينا سامحونا صحيح قصرنا إن شاء الله بداية من اللحظة هذه إن شاء الله نلغفوا الخطأ متاعنا ونكونوا محظلين معكم موجودين معكم بالمعلومة الصحيحة والدقيقة وبالمواكبة الآنية وبين قوسين بتبعى نحب نحل قوس بش نشكر زملين من قسم الأخبار اللي كانوا معكم فيه متابعات في مواعيدهم القارة من هار البارح حضرنا برشا الضيوف الحقيقة بش يكونوا موجودين معنا هوني في البلاتو برشا الضيوف وخيرنا بش ناخدوهم معنا بالتليفون اللي موجودين خاصة في ولاية نبلو ليصعب عليهم التنقل خطر تعرفوا الأضرار المادية الكبيرة اللي صارت على طرقات وناس غارقين سامحوني في الماء وفي الطبعة وديارهم تخللهم الماء وحويجهم في ازدفاء صعيب أنهم يتنقلوا إلى البلاتو بش ناخدوهم معنا بالتليفون إن شاء الله بركة الوقت يكفينا إلى جانب زملائنا المراسلين اللي موجودين في عدد من المناطق في الجمهورية بش ناخدوهم معنا لتحيين المعلومة أيضا فيما يتعلق بولاية نبل ولكن فيما يتعلق أيضا بأماكن أخرين لأنه بعد شوية إن شاء الله تويكون معنا أيضا ممثل عن المعهد الوطني للرز الجوي بش نحكيه بش شوية اللي صار البرح شنوه هو عليش صار بالتريقة هذيك عليش ما كانش عنا قدرة على استباقه بش ما تصيرش الكارثة المادية والإنسانية اللي صارت البرح وكيفاش بش نلقفوه إحنا من هنا فساعدا بش ما تصيرش ربما تقصير أو أخطاء أو سهو أو نسيان أو يمكن مشكلة متاع كوميونيكاشون متاع معلومة نبدأ بضيوفي الولانين معنا في الستوديو وما ما زلوا كيف جايوا تقريبا عندهم ساعتين من ولاية نبل سيمو حان صلح العرفوي سيد وزير تجهيز مرحبا بيك وسي سمير طايب سيد وزير الفلاحة والموارد المائية مرحبا بيكم لاثنين سي سمير نبدأ معك أنت مشيتو في وفد رسمي يوم السباح مع يوسف الشهد رئيس الحكومة إلى ولاية نبل فين مشيتو بالضبط؟ في الحقيقة احنا تحاولنا معناها زوز وفود الوفد الأول هو اللي مشاه سباح أنا وسيمو حامد صالح العرفوي بتبعت حال وزير التجهيز وكذلك زمينا سيراد المخر وزير البيئة والجماعة مشينا للولاية بتبعت حال مع بعضنا مع سيدة الوالية تم إشراف على اللجنة الجهوية لمجابات الكاورث طبيعية بتعبت حال احنا شفنا الأضرار الحاجيات من المعدات وغيرها وبتعبت حال شفنا الموجود وشفنا لكن في نفس الوقت تحركت التجهيز تحرك والبيئة تحركت والفلاحة تحركت وجبنا المعدات احنا مثلا فلاح جبنا من منوبا ومن ريانا ومن تونس ومن عروسي الأخير هي جبناه من نابل إضافة معدات سباح نسي سير طيب شو المعدات يعني جرافات طبعة ولا وسيخ مثلية ولا شو بطبعات حالة الجرافات عن الدراجر وعن الكومبيني وعن هذوما الكل اللي ينظفوا واللي يفرغوا الماء واللي إلى خير يضع طويسي محمد صالحي عتي كل دي تايب تحدي بعد ذلك تنقلنا أنا وسي محمد صالح إلى بعض المعتمديات بتابتحال معاينة على الميدان ومشينا قبلنا المواطنين ومشينا زورنا المواطنين بتابتحال في بعض الأحياء في بعض الماكن وضعية صعبة فين مشيتو؟ تتذكر سامي البلايس اللي مشتونا بتابتحال نابل مشينا لنابل في نابل وشفنا الوضعية بتابتحال بعض المغازات وبعض الأحياء السكنية الأخيري في نابل وضعية وضعية صعبة ولكن ما تقولش أنه الكمة ذاكة من المياه هبطت البارح اليوم الوضعية لحق الناس بتتخدم بكري هذه حاجة نحب أن نفتباه بعد ذلك مشينا خاصة إلى أحياء وإحنا في الأثناء لكن نتوجه وكنا نتوقفه أنا فأم بارثة ببرش مواطنين ناقفوا له ونشوفوا الوضعيات المتاح ونقفنا في ثلاثة أماكن معناها وإحنا ماشينا البوع رجوب وكنا ماشينا البلي وبعد ذلك إحنا مشينا البلايس صغر وعند وفيها ما هو عفوي ونلقاوا ناس محافظة وفهمة مشاكل نابت ونشوفه سامير خطل العباد بدأت تخدم بكري يوم الصباح وقتين شو بديو إحنا اليوم اجتماع المجلس الثمانية بتاع الصباح نطلقنا نجينا من تونس إحنا ثمانية نطلق الاجتماع هذا ولكن في نفس الوقت بالاتصال بكل معتمديات السيدة الوالعة كانت بتصالوا ويعطيونا حاجاتهم وفي الأثناء كانت تتحول المعدات حتى أنه بعض المعدات جي من تونس ما جوها مباشرة المعدات هذه باش ما نضيعوش برشاوقت فالناس بدأت تخدم بك وأكثر من عكا سامحني أنه سيدة الوالعة البارح مع وافد من اللجنة الجهوية كانوا منتص في الليل وماضي ساعة وماضي ساعتين هما يحوسوا في بعض الأحياء السكنية في نابل في نابل في نابل ويشوفوا ويعانوا المستوام تعلمي يمكن تاعح فيهم باش نجموا دخلوا وخرجوا وتحركوا هي بيدها سيدة الوالعة إلى ساعة معناها متقدمة ما كانتش تستطيع أنها تتحرك فبتحال لما بدأت نجم تتحرك خرجت وتتحركت فهذا الشيء لولين الوفد الثاني اللي كان يقوده سيدة الاسعكومة اللي تحول إلى تكلسة مباشرة أنها تكلسة كانت فيها أضرار كثيرة تنجيوها وكان بيدعب الحال مرفوق بسيد وزير دفاع وعاينه الأضرار وعمل تصيح سيدة الاسعكومة عاين الأضرار بيدعب الحال وحنا من البارح زرنا مع بعضنا القاعة العمليات من الحماية المدنية في تونس من البارح في الليل وكانت عنا فكرة لكن اليوم كانت أكثر مش كيف كيف مش كيف كيف مش كيف تمشيوا على عين من الناس وليس تراكم المواطنين زادت تحول إلى الولاية مقر الولاية وين كيف كيف عقاد الشيماع باللجنة الجهوية هذه التحركات اللي أحنا عملناها كمساحة حكومة في أقل من بضع ساعات من المدينة وهو واجب بطبيعة الحال لا مش على الواجب بالعاكس بالعاكس واجب ومو أكثر من واجب ولكن حابت نقول اللي يراه كان بالإمكان نعمله أسرع من هكرا وعملنا معناها كنا حقيقة قبل من نتصور أنا كانت معناها مقبولة مقبولة قبل ما نمشي لسيد وزير التجهيز ونسأله على بعض التفاصيل اللي تهم اختصاص وتهم وزارته مثالي زادة احنا باش نكونوا بالحق الناس تحس اللي احنا صادقين وبصراحة احنا هوني مرفق عمومي نخدموا كان في مصلحة المواطنين مغير لغة خاشبية يذول يزادة واجهوكم بعض المواطنين بشوية غش بشوية احتجاجات كيفاش كان الموقف متاع المواطنين شنو قالوا لكم علش كانوا متغشين وانتو ما شنو جاوبتهم سي سامير طيب تواف الدراسة من الحق لا احنا ساعة اول حاجة احنا اذا خيرناك الاتصال مباشر وحتى كانت اللقاءات اللي ما كانش مبرمجة صارت اللقاءات وهبطنا قابلنا الناس في حي حشاد وفي غيرو من بلايس هذو ما كانش مبرمجة ولكن هبطنا قابلنا لانو شوف الناس غاضبة طبيعي واحنا دخلنا لديار الناس كي تلقى ميتر ونص وانو كل اثاث مشاه انتي وانا وسيمو حام صالح في بلاست نفس الشي يكون عنا انو لما تكون الناس معزولة في منطقة الماء لانو انقطع الطريق او حتى معناها حاجة ما يشبه القنطرة تحت فهذا يغضب الناس بطبيع الحال واحنا دورنا ان نفسروله ونفهمهم ونقولهم مش نولي مش نعملو حالا العاجل هو نخرجه وننظفه ونحيه الماء وننظفه الهدف والأوبجيكتيف اللي حدوا سادس حكومة وقالوا البارح هو انه نهار نربع تعود الأمور الى طبيعتها في ناب النظف ونضخ ونزيلة الحاجة اللي في طريقة ما يتكسر تحب الوقت لا لا هذاك مسألة ثانية هذاك طبقه مسألة اصلاح مثلا نعطيك الفلاح الفلاح ننتظره حتى منسب البيعياب فقط معناها وعلى الجفاف اللي ذول ما عادش عنا جفاف معناتها تحلت المشكلة متى ونحكيه على ذلك لكن اللي أبجل في هذا الكل هو أول شي الإنسان المواطن قبل ثم المرافق الحياتية الضرورية متاع المواطن سوالكم تش سألول سامير بطيب وزير الفلاح مش سألولك لكن انت مباشرة تنسي وحنصرح العرفية ووزير التجهيز هو سيد وزير الفلاح أذكر كلمة الناس كانوا معزولين وفي عزلة وبالفعل عداه أكثر من 24 ساعة البارح معزولين ملقايلة من اللي بديت الأمتار تصب اللي انفاضت اللي انتعبت الكياسات اللي انغرقوا ديار وفاضوا الوديان وغرقوا الكراهب وعامت الناس كل الناس عامت والكراهب عامت والديار عامت والناس قعدوا معزولين ما كانش فما إمكانية أنه بتدخله صحيح جرافات متنجمش تدخل كراهب متنجمش تدخل كاميونات متنجمش تدخل كناش نجموا ندخلوا بالهليكوبتر عدنا معناش تجهيزات في الدولة التونسية نعف اللي كلام هذا يمكن يخص أكثر وزارة الدفاع ولكن انتو ما يذول فريق واحد الفريق الحكومي وبناتكم التضمت نجموا تجيبوا على بعضكم فيني الهليكوبتر شبيها ما دخلتش مل بارح في العشية مخر ولا في الليل وحاولت حتى المواطنين المرعوبين واللي اشترهم في الماء كيف يرأوا لليكوبتر يقولوا على الأقل منش وحدنا الدولة معانا منش منسيين شكرا أحقيقة في البداية ماذا بيا نقدم التعازي للعائلات الضحايا رب يرحمهم وبتبعه الحال احنا آسفين على ما صار ولكن كما اذكر في عديد في السابق كنا شنو اللي صار في نابل البارح تقريبا اشتخذوا فكرة ميتين ميتين وسبعة وتسعين في بني خلات في سليمان بني خلات في بني خلات في ميتين وسبعة وتسعين مليمتر اي في نابل تقريب ميتين واثنين وهي كميات الحقيقة معناها استثنائية واستثنائية جدا المهم هو كونه البارح سيد رئيس الحكومة واضح يعني أعطى تعليماته باش كل المعدات اللي متواجدة في في تونس وفي بعض الولايات المجاورة اللي دايرين بيها متى ولاية تونس الكبرى يذولي من نوبا وآلينة وصوصة لا لخاطر والقيروان لا الجسرين لا نعرفوهم خاطرونها على حالة أهبة معناتها في حالة تأهب لا نعرف تقريباً وين ماشي الوحدة هذه ولكن ثم بعض الولايات اللي من نجموش ناخدو من عندهم مثلاً جندوبة ولا بعض الولايات معروفة قصريين كذا ولكن المهم هو اليوم تقريباً الدولة هو في الوضع كما نحاك الناس كل يجب أن تكون يدوحدة كل العمومي يجب أن نعاون بعض من الناس بسي محمد سالح دعني نسألك بشكل عام لي بشي الناس زادة تاخذ المعلومة صحيحة والمواطنين في نابل زادة يسمعوا إذا كان صحيح معناتها يعرفوا على عين وإذا كان مش صحيح ينجموا يتفعلوا معنا ويقولوا إذا قال لي هو مش صحيح المعدات هو إرجاع ما يمكن إرجاعه في أقرب الأجال الوضعيته العادية ولكن في نفس الوقت هذا على مستوى المدن وهذاك يعني وزارة التجهيز وزارة الفلاحة وزارة البيئة والمقاولات وضعوا كل المعدات على ذمة اللجنة الجهوية ولكن في نفس الوقت هناك طرقات مقطوعة وخاصة منها مسالك طرقات تقريبا نقطة واحدة مزلت كلها رجعت اللي هينسميوها مسالش اللي هي على مستوى تقريبا سليمان 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 على كل رجعت كلها القنطة اللي دخل سليمان تكسر طح منها جزء يظهر لا لا مش طح أو نفسر لكم شوية نكمل على يعني على مستوى البنية الأساسية والطرقات الرئيسية هناك يعني الحواشي الطرقات تضرد وفيما عاد ذلك لباكوتي معنا لجنيب لزاكوتي لزاكوتي مو منه ومنه هذاكم صاروا فيهم انهيارات سبحان سالح هم شوية انهيارات دونك هذا كيأثر على الوسطى نظهول يمتع الطريق يولي يرخ ولي يخوف شوية نحن نخاف على مستعملية الطريق يلزم معناها يعني العلامات الدالة على أنه هناك خطر ويلزم المواطنين ويعني ما يسرعوش برشا في الطرقات هذه ولكن مع الأسف يعني المسال الكريفية هناك عديد الأضرار على مستوى خاصة المنشآت المائية الصغيرة نسموهم الجسور نحن في لغة الأنزة نسموهم دي دالو هذاكم يدور الماء بجنبهم على خاطر الواد اللي عاملين له أحنا الحساب هو واد عادي البارح ما هو شي عادي لونك فاضل كله ويدور بجنب للدالو ويمشي على كل باش تأخوا فكرة حنا كما قال السيد سمير وقفنا في عديد المحطات وتم وعد بعض المناطق بالدخل السريع وإن شاء الله أنتم كان في وزوري الأوكازيان باش تتكلموا واحد منهم وعدناه اللي غدوة تبدأ تجهيز الداخل الداخلة ليو مش غدوة وفي منطقة أخرى كيف فيما يتعلق باشنوة فيما يتعلق بإرجاع مسلك الحالة العادية لأن المسالك معناها انهارت وثم العزلة معناه يعني خطر نفاصل في المناطق الفلاحية فما المسالك الفلاحية اللي ما همشي طرقات معتهم كايسين كما الكايس اللي سقوم بها احنا في المناطق الحذريفة بقوة الماء ولا بالسيول اللي تصير يأما يتغطى ولي ما عادش يعادي وهذا شفني عينة لا يعادي للعربات لا يعادي الكاريتة لا يعادي حتى شخص على ساقق ما تحس ما تأكد لي سيمو حام سالح العرفيوي اليوم في ولاية نابل الكلها ما زال فما مسلك واحد اللي ما مرجع شي طريق اللي هو في مستوى سليمان بالضبط طرقات الطرقات هذي اللي مرقمة اللي تابعة وزارة تجهيز مية في المنطق ولكن على المستوى المسال كما قلت لك هناك عديد الأضرار لأنها كما قلت سيادتك معناها معناها التروبية في حالة تروبية وفيها يعني بعض المجاري المياه اللي معمولة ديدالو ما همش جسور على يعني كما يطلبوا معناها التقنيات متعرف الوديان الصغار رح نعملولهم ديدالو ولكن يقبلوا الأمطار العادية وإذا كان أمطار غزيرة كيم البارح ومستحيل بش يتعدى وفاقي القنط وفي المستقبل بما أنه اليوم جربناهم جربتهم الطبيعة هي الحقيقة ولقينا أنهم ما يستحملوش هال المياه اللي تجرف بطريقة هذية فما من هنا فساعدا دراسات أو حاضرين المشاريع عنه يتم تعويضهم ولكن مش ليدالو اللي تحكي عنهم أنتي ويتم تعويضهم بتجهيزات أخرى أمتن ولا صعيب لا من نجموش لخطر كما تعرف الجسور ويعني يقع احتسابها لحسب كميات اللي تعاد مرة في تقريبا في الخمسين سنة اللي البارح جاءت مطر هي مرة في ثلاثمائة سنة يجبنا نتحسبونا أنا كني حال ما نجموش أن نحسبو الجسور على حسابها يعني باش نستأذنكم سامير طيبوز الفلاحة وسي محمد صالح العرفي ووزير التجهيز محمد علي البنقعي وهو ناشط سياسي ومواطن أيضا من مدينة الحمامات محمد علي مرحبا بيك أهلا بيك مرحبا بيك أهلا بيك حابيني ناخذوك معنا بما أنك أنت تسكن في مدينة الحمامات أنا البارح وكي بتبعت بتبع الناس اللي يسكنوا في مدينة الحمامات وريد تتصور اللي هبطهم وريد حتى المعلومات والأخبار اللي هبطهم معناها في خلينا نقولوا في جملة أنتو مالكلكم كيفاش تحسوا اللي صار البارح في ولاية نابل وخاصة في منطقة الحمامات بما أنك أنت موجود في الحمامات محمد علي والله أول إحساس هو شعور من ألم جراء فخدام أرواح ونحب نستغل الصوصة بشترح ماليو ونعاسي عائلاتهم لأن الخسائر البشرية التقع دي أكبر معناها أكبر مأساة مجمونا هايشوها احنا كاتوانسة مضامنين مبعدنا ثم بطبيعة الحال عشنا البرح منكتبش عليك عشنا عشية كامنا تعفزع استثمائية أنا شخصيا حياتي بين قوسين قاعدين نراو في الخسائر ونراو في لديقاء ونراو في التساور البارح هذا جزء صغير من اليسار البارح في بلاية ناب ايو منكتبش عليك أنا فزاعة كبيرة لأنه شيء ما نحنش بتعودين لي أنا شخصيا نسكن بحدة ويت تم صورها بعد تلك نهار موجودين الصور تونراو ويت فرض علينا ما اسمو الويت محمد علي ويت باطم معروف يسر معناها وقت تدخل من دراجة الساحل في الحلمات معروف يسر منحص الحظ أنه معناها طريقة تبنت بها الدار احترمت كل المعايير اللي معطاها سباها الوقت بجانب واد احترمنا المسافات احترمنا العلو وعلى ذلك المفارش عن تحاجة دار ولو أنه الماء بعد 50 سنطيم إذن نجو وقال لك مرحب عشنا معناها جوم وعلى الناس كنت تعمل بالتالي فقنات تسأل تماش بتماش خاصة وأنه عشنا قبل بشهر تقريب عشنا ازداد كارتة اخرى المياه ازداد غمر شوارع عديدة من الحمامات ونفس المظاهر اللي شفتو من البارح حشنا وكيف تولي معناها عندك تعيش زوز حالات بعد بشهر بالضبط أنا بتبع الحال القلقي يكثر وتساؤلات يكثر هذا من الحية البارح حب نحكي على اليوم زاداسي محمد عن المنقع اليوم كيف صبح الوضعية وقت جاءتكم الإغاثة وقت جاءت الإعانة كيف كان التصرف المواطنين مبينة بعضهم والتصرف الدولة أيضا شوف البارح أول حاجة نحكي عن الإغاث أن الإغاث البارح عات نتبع مش حمامات كاهم منقومة والوطن القبضي كامل منقومة وطن القبضي الكل أنا اتصلت بالصورات الجهوية اتصلت بالسيدة الوالية وشفت على الحال اللي عليها الصورات الجهوية اليوم كانوا في خلية أزمة وهذا لابد أن نذكر وقاموا بالمجهودات على حسب الإمكانيات اللي عنهم بشي حاول يتخذوه لكن بتباعت حال كالكوارف منقليبية حتى الحمامات الأمور تسعب شميع اليوم وخاصة أنه وديين كبار تضو ومعنا عملية كانت طيبة يسر اليوم السباح عملت ندور بكر السباح وشفت أظهار كبيرة يسر نعم ملاحلة السيد وزير التجهيسي محمود يسمع أنه تم طريق بير بورجبا لا يعد سيد وزير قلت طريق في حمال لا يعد الطريق الوطنية واحد تخرج من بير بورجبا يكسر كيف قيد عنك سيد وزير اليوم بير بورجبا لا يعد لا يعد لكي تخرج بير بورجبا تنشي الحمامات اما تنشي على بريكة ساحل ولا تنشي عن طريق سكنة الحرس المماري الرئيسي تكسر قمت او كتب سيد الوزير وتنثبت منها المعلومة اذا كان من وقت يريدها انت يتوى بالك نجم يكون مكسر سيمو حامد علي المنقى نعود نذكر لساتك مواطن تسكن في الحمامات وايضا انت ناشط سياسي واكيد ناشطين في المجال السياسي اي نار احنا الستة وتقريبا 24 دقيقة كيف الوضع اليوم في اللحظة هذي اللي نحكي وفيه مع بعضنا في وسط الحمامات في شوارع الحمامات في الانهج وفي وسط المدينة لا تقول الوضع معنا عادي لطبيعة وفروا بعد ما يسبب تنبار الباح ساعتين بعد وفي ساعة بعد ما عاد شما ما يسبب الشوارع ولكن تم عدد اضرار في انهج معينة تم انهج معينة وقت فيهم الاضرار ولانا جظمة بكلهم محاسبين بمسارات طبيعية محاسبين 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 هنا لدينا مشكل كبير هو إذا نراجع الاسباب ومسببات تلك الأشياء التي هي تراكمات عدة سنوات ليس جديدة من حكاية هذه لأنه إذا أخفقنا في شيء منذ الاستقلال فإننا أخفقنا في التهيئة الترابية وفي فلسفتنا لبناء المضن وقعد عدة انفلات من ناحية العمرانية حالات الأمور تتولي صعيبة بالحق صحيح تركوا ما يتي ونحب ننفي السيفة السياسية من الحكاية من سفرش بها سياسية لأن المواطن في كل شيء ونحبش معنا نستغل لا ونحن أخذينك سيمو حامد علي المانقي نحن أخذينك بسيفتك مواطن جس طمو معنا سيفتك سياسية ما تهمنش لكن كمواطن شفت اللي سار لكل بايه عندك حاجة أخر أخذ بيها نحن نحن رأو بلاتو مفتوح ما عنده حتى علاقة بالسياسة ذي بلاتو يهم الكارثة اللي سارت للسكان في نابل واللي العباد للسكان في بناتق وقرية زادة حصوها ومتضمنين معها واللي احنا واجبنا أن نحكيوها عليها باش نلقاه وزادة حلول في المستقل سيمو حامد علي الماقر كلمة أخيرة تفادل طوال ما نختم معك إذا ثم حلول إذا في ناخر بلاد كما مع تمديد حمامات كاملة على خطر من حفش ننسى زادة بلدين في الجديد لتابعة بلدين حمات ومجلس بلدين تحقم بمجهودات جبارة بالاعتماد على إمكانيات خاصة لأنه الإمكانيات العمومية غير مش متوفرة بكثرة الإمكانيات الخاصة سمحت الباح باش ينقضوا عادة عائلات باش يحلوا مشاكل عادة عائلات بلدين في الجديد مشكورها وخاصة 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 أن المطقة بكل يريدية وأنا قبل بجمعتين لو قدت بجمعات قمت بجيارة المسارك الفلاحية كانت في حالة بطبيعة حال جراء الأرضار كانت في حالة صعبة جدا والبارح مقصروس وخيانة في الجديد يحاولوا وعملوا لماكسمن بالإمكانيات الخاصة الحلول المستقبلية هو أننا يوم نقف على الآن والمسارات اللي فيهم نختار أكثر من غيرهم نرجع ونشوفوا مين مصدر المياه ونحاولوا باش نتقعوا حل بالمسبق معناها في أول انتلاق المياه مش في آخر وصول المياه هذه من ناحية أولى من ناحية ثانية هي الوقاية الوقاية ما هي الوقاية؟ اليوم تم مشاكل في الوديان زادة دي سبب إلقاء الفضلات وإلقاء أشياء عجيبة جدا في الوديان وليه يلزم اليوم نندوا به ونطلبه من الوضنين بكل لطف أن نراه أي خلال يوقع في إلقاء الفضلات يراه بشارج علينا بالمدرع وإحنا اليوم في ما يسمى بكارثة طبيعية والكارثة طبيعية نختمه سي محمد علي بالجملة هذية لو تسمح كذاش؟ نختمه لو كانت تسمح بالجملة هذية أي بطبيعة حد اليوم نحن في كارثة طبيعية والكارثة الطبيعية متشاورش حتى حد رأوا سمع مفهوم دولي اسمه كوارثة طبيعية مشاور حتى حد وقليان دلاء يخبر نسكل إذن المطلوب أنه معنا نسكل توعى محكوش هاو شو هو شو للمسلا متع الهدار هاو جين متاع الناس المتاع الناس وقعش كبير وإنه لا يسمع شفايا بكل المطار ما امتاع شفايا بكل بح أثنين يجب ضم تقسير في الكريز يجب ضم يجب ضم نظرا أنه متقيت بدولة محدودة يجب ضم الخواص في المنظومة متاع الكريز متاع التوارع يجب ضم سيمو حمد علي بش نكتفي بالحديث هذيا معك مش نقص عليك أنا ماذا بينزي الناس معك أكثر ولكن هذا الكل بش يتحل بداية من اليوم يظهر للدولة والمكونات متاع المجتمع التونسي الكل والفاعلين الكل والناشتين الكل يلزم يتحل الملف هذيا ونبين فواب وخطوط بش نلقاوا بالحق وين الخلال ونلقاوا الحلول شكرا نكسي محمد علي المنقع وأكيد إذا نعود ونحل وبلاتو آخر الحديث عن الحلول المستقبلية في المستقبل القريب والمتوسط أن تكون ما تتشارك معنا فيه خليه نسألك أنت اليوم كنت في زيارة ميدانية تقريبا قديش حجم الخسائر قديش عندكم من كيس تكسر قديش من مع تقنترا تاحد تقريبا حجم الخسائر من حيث العدد ومن حيث القيمة المالية أيضا الأخصار الكبير هو كما قلت الأربعة ضحايا والكل والآخر كله يتعوض وما لم يكن مشكلة والدولة لها من الممكن والاعتمادات رغم الظروف ولكن السيد رئيس الحكومة واضح البارح إن شاء الله معناها وزارة تتشازيس تدخل في كل ما تم ضرر فيه على كل أنا حبيت جزء نقول معناها نشكر اللجنة الجهوية الكوارث اللي اجتمعت تقريبا قبل من هالين قيمة الوضع قبل من هالين اللي يجب أنكم تعرفوا رو تقريبا احنا دخلنا في جميع البلدان بتاع الجمهورية التونسية تقريبا بقيمة ألف كيلومتر الحمامات مثلا نذكرها السيد المنقعي دخلنا في أربع وديان الفار وسيدي معمر والريح وسيدي خلاص هذا ما دخلنا فيهم ويش تأخذوا فكرة واد الفار معها كامل احترام لكل السكان المتواجدين في البقايا وادفار دخلنا فيه ثمانية مرات سنة في سيف تقولي تدخلنا في بشنا ستان روكل يبراج معناها امشينا نظفنا خاطره ومعناها وفما تقسير أكيد فما تقسير من الدولة وتقسير من أجهزة الدولة هذا أمر مفروغ منه وفما نقص في الإمكانيات وفما نقص في التواصل يمكن وفي الإعلان قبل بوقتنا تقولي لجنة الكويرث اجتمعت قبل بـ 48 ساعة ولكن هاو ما فيهش فايدة لاجتماع متاح بما عنده الكرفة صارت عنا أربعة مواطنين توقفين لا 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 فيه فايدة وكان ما اجتمعوش وما اخذوش بعض الاحتياطات البارح يا مادام راو وقتل نقلك في الليل عندهم ترونة انجا على ذنبتهم ولكن بتباعت الحال كما قلت لك المناطق هذه نحن المدير الجاوي للتجهيز يعني بات في دار مواطن عادي بشها المواطن هذية لأن مدير التجهيز وقتل يخرج في مسلك بشي شوف حسب يعني اتصال هاتفي بعد ما تعدى هو قانترا ثم قانترا تضرت ومعنا ما عادش نجم يرجع ومعادش نجم قدامه ثم قانترا وخرى مكسر دونك إلاش وزيلة نجعل سؤالي سي محمد سالح قدش حجم الخسائر تقريبا المادية والله احنا شوف كما قلت لك اليوم ما عناش بالضبط التقييم من خطر اللجنة غدوة تعدى ولكن تقريبا يعني عنا عشرة يعني منشآت مائية صغرى وعنا تدخل في تقريبا الجسر هذية روالجسر ما تمسش ومتاحش باش نتفقوا في الليسي سليزاكوتين اللي متاعوا على كل انستيم بو انستيم غرسو مودو عجوردو 20 مليون دينار تقريبا سرون لارج معنى هالسوفيزان بور معنى هالسلاح الأذران إن شاء الله ولكن سيتام برمية شيفر اللي بتبيعتهم رو فما تدخل مقسم حجم الميزانية اللي لازم لتصير رو فما أحياة يلزمنا فما أحياة اليوم مشيت أنا وسي سمير لهم وطلعنا على الحالة متحم والطرقات متحم يمكن يقع الاقتراح انت الحياة هذام فما مسال الكريفية مع الأسف الترابية يمكن ياسر معنا مش ندخل فيهم ولكن حسب الإمكانيات ولكن مش نعطو أولوية قصوى للإصلاحات وفيما بعد التدخل مع كم الحسين ماتي لك سيد الوزير هل ستكون حلول جذرية بش نصرف فرد مر بش فلوس ونحيو البنية التحتية المحترقة والليسي صغار تعلينا عددنا كثر واستهلاك كثر والمفرزات اللي نفرزوها أكثر من طاقة استيعاب البنية التحتية من عام 56 معمولة طبيعي معنتها شعب 1956 معوش شعب 2018 بش نعملو فرد مرة حلول جذرية ناجعة ونبنيو منول وجديد وإلا بش نعملو حلول ترقيعية بكل صراحة سيد الوزير ونعاودوا بعد خمسة سنين ولا ستة سنين يجيون معمطار طوفانية أخرى ونعاودوا نتيحوا في نفس الفق لا لا لمطار الطوفانية تقع في كل بلدان العالم وكل بلدان العالم اللي شفتوهم ومع الأسف يعني عديد البلدان حتى العربية تعرضت مؤخرا لكوارث من هذا النوع ولكن خذوا فكرة عامة عنا عشرين ألف كيلوماتر تقريبا من الطرقات متعنا عنا عشر ألف كيلوماتر اللي في حالة نسميها سبعة متر وتستجيب كما يجب للمواصفات لحاجتنا بهم كمهانسين متع تجهيز ولكن عشر ألف كيلوماتر تقريبا اليوم رغم كل المجهودات اليوم عنا ثمانية ألف مليون دينار على مستوى الطرقات في الجمهورية التونسية عمرها ما وقعت في السابق ورغم كل هذه الحظائر خمس ألف حظيرة متواجدة في تونس ولكن احنا كمسؤولية على قطاع التجهيز بتبيع الحال نطلبوا أكثر كيف كون انتم كون مواطني اليوم عنا خسين ألف كيلوماتر من المسالك الفلاحية ستين ألف كيلوماتر فيهم خمس أشن ألف برك مزفتين والقيمش مزفتين في حالة ربيع بشوية بشوية حسب الاعتمادات اللازمة اللي متوفرة ننجز مع بعضنا بشوية بشوية ولكن التوسية الأخية وكلمة الأخرين هي وقلتها أنا في عديد المناسبات يعني أروقت تتعود ثم كوارث من نوحة ذا وأمطار غزيرة من نوحة ذا يعني أنسل مودورد سيدون ديفيتي دو سيدين بلاسي ما من تنقلوش مهما كانت مهما كانت يبدو أنه صوت تحبير ما وصلش كما يجب لا والله البارح تدخلنا تقريبا على الإذاعات الكل الإذاعات منها الوطنية زادة وطالبنا بش أوني فيتو ماكسيمام التحرك وهذاك الحل الوحيد روك تعود ثم أمطار من نوحة ذا بيقولوا لي لدي عنا ربط مباشر من نابل مع زميلنا أقبال كالبوسي ومع والية نابل سيدة الخياري نجمو تعطيونا صورة نكمل سؤال أخير مع سيد وزير الفلاحة سؤال ما أنتا إجابته بش تكون ما أنتا واضحة هل فعلا كما سمعنا البارح واحد من المعتمدين في الولاية يقول لأنه فما ثلاثة سدود تم تنفيذه صحيح لكلم هيدا ولا مش صحيح شمعناها ساعة تنفيذه خلت فهم شوف شوف لو لا وجود السدود البارح في نابل لكانت الكارثة حقيقة كارثة بكل مقاييس نجم توقض معايا سيد لويس نقض معك نخذ معنا نخذوا معنا الربط المباشر مع زميلنا أقبال من نابل من مقار الولاية على ما أعتقد أقبال مرحبا بيك أنا بيك أميل تحية لك وكل حضور معاك نحن تم وجودين في ولاية نابل بطبيعة الحال نراقب لحظة بلحظة كل ما يجري داخل المجلس الجهوي للجنة الكارثة التي تتبع فيها سيدة الوالية التي هي موجودة بجنبي الآن اليوم كنا اتنقلنا مع الجيش الوطني وفي طائرة المروحية وكنا رصدنا تقريبا الأوضاع في معظم المناطق في الوطن القبلي اتنقلنا إلى سيمان التي في الحقيقة الوضع فيها صعب يعني في بعض المناطق هناك مناطق ما زالت يعني محاصرة بالمياه هناك بعض المناطق ما زالت محاصرة بالمياه هناك من يغلقون الطريق على السيارات حتى يطالبوا في الحقيقة مطالبهم واضحة وهو التسريع في الحضور لديهم من قبل سلطات المعنية حتى يتم يعني مساعدتهم وإخراجهم من المأزق الذي سقطوا فيه منذ ليلة البارحة بعد هذه الأمطار الغزيرة التي نزلت على نابل بطبيعة حال معي سيدة نجمتوا تتعديوا على سليمان مع أنتا عينت بنفسك أحنا أحنا مشينا على المروحية ممشيناش على السيارة السيارة اللي مجينا في الصباح كانت طرقات كلها مساكرة كانت طرقات كلها مساكرة ومن نجمناش نوصلوا بالسيارة إلا عن طريق الطريق السيارة تونس سوسا ثم ادخلنا على طريق الحزمية للحمامات الشمالية وفي الطريق وجدنا بعض العرقي للوصول إلى نابل حيث هناك بعض الأطفال الذين وضعوا الحجارة في الطرقات كذلك هناك بعض الأهلات التي تحاول رفع التراب من الطريق سمحني شو معناتها أطفال وضعوا حجارة في الطريق شو معناتها معناتها فما هناك أطفال يعني هناك أطفال محتجون يعني هناك مجموعة من الأطفال لا يتجاوزوا عمرهم بين 10 و16 سنة و15 سنة يقوموا بوضع الحجارة على الطريق تعبيرا على احتجاجهم على الوضع اليوم الموجودة أمام منازلهم يعني هذه تقريبا أهم الأسباب التي من أجلها يعني يحتجوا هؤلاء معي سيدة الوالية ليعطانا مزيد من المعلومات حول الوضع الراهن بالجهة سيدة الوالية لم يتفي إذن إذا تسمع فيها أيضا تحيين للحسيلة متاع المفقودين الله يرحمهم اللي يتوفى وإحنا الحد الآن الحسيلة الرسمية هي أربعة من الناس لكن تعطينا الحسيلة الرسمية سيدة الوالية تعتين وفهم ضحية أخرى في منطقة من المناطق متعني بالخالي ناخذ المعلومة صحيحة فرد المار ها مش نعرف ما عندها المعلومة إذن كم تقريبا هو أولا عدد الضحية في نابل وتعطينا يعني فكرة عامة على كل ما يحدث الآن في الجهة البركة الله فيكم معناتها أحنا ما تعرفوا اللي لجنة من جبهة الكوارث منعقدة منذ أمس معنتها بينوري انقطاع الحسيلة القتلى هي خمسة البرح أربعة اليوم توافى شيء بعمره خمسة سنة بساقة كهربائية رب يرحمهم من كل نحب نتواجه لأهليهم معنتها نتمنى لهم بش رب يصبرهم وإن شاء الله رب يرحم الموت بالنسبة للوضعية البرح كانت كارثية الحقيقة كما صرح بها سيد رئيس الحكومة وكما صرح بها معتها سيد الوزارة عمنا مجلس وزيري اليوم في ولاية نيبل على ساعة سابعة صباح بحضور ثلاثة وزارة سيد وزير تجهيز سيد وزير فلاح وسيد وزير الشؤون المحلية والبيئة قاعدنا نتبع ومع بعضنا في الموضوع تم زيارة المناطق المنكوبة تنقل كيف كيف سيد رئيس الحكومة إلى منطقة تكلسة تنقل عدة تدخلات تدخلات تبدين احنا اول حاجة برفع الأطربة على الطرقات ومعنتها ارجع حركة المرور إلى حالتها الطبيعية كانوا عدة طرقات مقطوعة وتقلص عدد الطرقات المقطوعة على كل حال الطرقات الطرقات الرئيسية الطرقات الرئيسية لكن نطلب ديما مزيد مواصلة الحذر هناك معلومات تفيد من هناك بعض السرقات والخلع وكذا راجد بعض المعلومات هل هذا صحيح لا راجد بعض المعلومات احنا البرح واقتقاعدين يقولون بعض المواثنين وبعض صحفيين نتنقلوا مع الجيش والحماية والأمن على عين المكان هما فقط ناس غمرت لهم محلاتهم المياه خرجوا في ليلة مخر بعد مضي ساعة لتنظيف المحلات فما الناس خليوا سيارات وقتر جرفتها المياه رجعوا بشي فقدوا سيارات ويخرجوها دونك وفما تم اعتقاد أنه هناك عمليات سرقة لم نسجل أي عمليات تقريبا 6 و 35 دقيقة وغدو الحي تنظم شارجوا للقرية معلومة هذه هل سيعودون للمدرسة أو لا معنتها أكترية ما يهمش يرجعوا للمدرسة تزيد للأحياء الشعبية المساكن غمرتهم الميارة وفما تضرر شكرا لك نحب نشكرك شكرا لك سيد الخيار برك الله فيك على المعلومات شكرا لك معك شوية خاطر يبدو أنه غلبكم المغرب ودنيا ضليم تعليق سي سامير طيب سؤالي الأخير اللي كانت تويكة فما صحيح فما ألم وفما خسائر ولكن الصدود يذهلي ما شاء الله تعبت بالمياه هل هذا يعني أنه الموسم الفلاحي مباشر بالخير مستقبل والله كانت أسمحلي أميل أنا منحبش ندخل نحكي في الموضوع هذي ما نعطيكم نرقام أنه نحن في لحظة هنا نذكر في أرواح الله يرحمهم تمشيت وفي لحظة معناها التدخل عاجل للتنظيف ولي إعادة الحياة الطبيعية أحنا توجي الفلاحة وتقييمها وإحنا قلنا بش ندخل وفي رقم ستتحول غدوة للضيعات والفلاحة بشتعين وتشوف النجم نعطيك أرقام ونعطيك اللي همني في رقم السدود أرقام المنسوب متاع الميت اللي في سدود لا نحب نقول لك نحب نقول لك قبل وقت قلت على السدود والتنفيذ أش قلنا نحن في ظرف قصير ياسر تقريبا السدود استوعبت 20 مليون متر مكعب تصور أنت لحظة واحدة أنه ما كان موجودة السدود في نابل الله لا يقدر وال20 مليون هذو ما مشاوا في الوحد تصور أنت حجم الكارثة هذي 20 مليون السدود استوعبتهم بالأرقام هذية وبالحسابين هذا مهم جدا بتعبت الحال احنا كنا نعمل الديفازمون ولا نفسه بتعبت الحال فصل لنا شنية كلمة الديفازمون معناها وقت شوف وقت لي في لحظة تقول القائل تقول أنت السدود ما تعبتش مية في المية ولكن في نفس الوقت نفسته على السدود علش لأنه إذا في فترة قصيرة الماء منسوب بكذر يزمك وتوماتيك ما تنفس بش ما تلقاش روحك في وضع أنه يمتلئ وبعد يفرغ ما تلقاش الوقت لك شنو ينجم ينجم يترشق صد لا لا ينجم نجم أنه يفيد معناها الصد هو بيدوره يفيد قبل أنت ما تنفسه هو يفيد وقتها تأدي كارثة على ما حوله صارت عملية صارت عملية التنفيذ احنا بصفة أوتوماتيك توم بعد السيد احنا نعمل يتعمل للبحر وما فيه حتى ريسك صاري توم بعد تقديم نجم نعطيك حتى صد صد كيف حصل نعمل نعمل بالاسم هذه نقطة اثنين النقطة الثانية نحب نقولها هو أنه نحب فقط باش نتفعل معاسي محمد علي المنقي اللي دخل قبل ونحب نحييه لأنه وضعها أسبوع لأشياء وهذا دور الناشطين المجتمع المدني في تونس أنه يقول البارح واللي حطينا على أسبوع البارح كانت في وضع متألم ووضع حقيقة واليوم يقول خرجت نلقى أنه معتش فمامة ولكن احنا اتخنا في وضعية يزمنا النطف وانا نحب عليش رجبتكلم لأنه في نابل صارت مبادرات لأنه الدولة عندها مسؤولية ومسؤوليتها الأولى ولكن التونس عنده مسؤولية اليوم في نابل المجتمع مدني بدأوا يعمل في مبادرات لنظفوا الكياسات ونظفوا الشوارع ونظفوا المدارس مع التأكيد كل معلومة راهوا سيد وزير التربية اليوم كان موجودا في نابل كذلك نحب نحييه وتنقل ومشاه لبعض المؤسسات تعليمية وتبح إلى اليوم في نابل وعلى رأسهم السيدة رئيس الحكومة وسيد وزير الدفاع البيئة الفلاحة التجهيز السيدة وزير السيحة كانت موجودة معنا معناها سيد وزير التربية فهذا طبيعي ولكن هذا دورنا مهم وحسسنا التوازرانا معكم موجودين وإحنا لما تقلم واتقلمنا معهم ولما كانوا غضبين نحن قبلنا الغضب مطاحم طبيعي جدا هذا أنه سير وهذا دورنا ولكن ولكن راهوا اللي صار خليني نعود نقول راهوا راهوا اللي صار آخر آخر مرة وصلنا في 24 ساعة 200 مليمتر كان عام 69 في سيدي بوزيت وصلنا لهم البارح معناها في بني خلاد 297 في نابل 200 في سليمان 220 معناها في مزل بوزلفة 180 إلى أخيره والقايمة طويلة هذا ما نش متعودين عليه متفهمين ما نش متعودين عليه سيد سامير ولكن هذا بشي علمنا نحب نقول اللي راهوا التغيرات المناخية مستقبلا أنتو ما شفتوا في أربع عقود صبت الأمطاع وابعد ذلك جاءنا راهوا التغيرات المناخية يزم تخلينا أحنا كإدارة كدولة كسلات عمومية نغيروا 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 طريقة السياسة تمتعنا وتصورة تمتعنا والاحتياطة تمتعنا ولكن كذلك المواطن يعرف اللي راهوا مستقبلا هالمظاهر يجي ونكونوا جاهزين المواطن عندهم مسؤوليتهم وأحنا عندنا مسؤوليتنا في كل هذا وراهوا اللي صار مرة أخرى نحبه نترحم على أرواح اللي توفاهوا اللي توفاهوا كل مرة خمسة ولكن هما برشة بالنسبة لنا هما أولادنا وأبائنا وإخواتنا فهذا نتألمونه كثيرا ولكن راهوا اللي صار صار استثنائي بكل المقاييس شاء الله معاش يتعاون على الأقل حتى وكان ما نشوف نحكمه في الطبيعة إذا كان نجي أمتارت وفنية ولكن ما عاش يتعاون من حيث استعداداتنا أحنا على الأرض من حيث تنبيه المواطنين وأخذ الاحتياطات على الأقل الإجلاء ومتالبعاتهم على المناطق الخطيرة اللي تنجم تفيد فيها القهبة اللي صارت على مستوى الوالية نحب نحي سيدة الوالية واللجنة نمعها علش علش كانوا متحاضرين أكثر منها لأنه منذ شهر أو شهر نص عاملوا بجاء وخبراء من ألمانيا نفس الصورة اللي صارت عاملوا عليه معناها تصور أنه هذا لو كان ما صارش تصور أنه لو كان فماش صدود تصور لو كان ما كان تشتدخر ورد الفعل سريع كان تكون كارثة أكبر بكثير ومشان ما عادش تصير لنا كاته شكرا لك سي سامير طيب سيد وزير الفلاح شكرا أيضا سي محمد سالح العرفي وزير التجهيز كنتوا معنا في الوزء الأولين من البرنامج نحب نرحب بضيفنا الموالي شكرا لك سي سامير عايش سي عبد المجيد بالطيب رئيس مدير عام ديوان التطهير مرحب بك وثلي بعد لحظات زادا يلتحق بنا سي شام السكوحي اللي هو مهندس من المعهد الوطني للرسد الجوي بش نحكيه معه شوية على الاحتياطات إذا عنا تليفون إذا عنا تليفون ناخده شكون معنا في تليفون قلوا لي بشكك سي سوفيان بن براهيم مسؤول في منظمة الهلال الأحمر التونسي سي سوفيان مرحب بيك عشان مرحب بيك وشكرا على تدخلك معنا سي سوفيان وقتش اتلقيته نقول وحنا لالاخت النداء للنزول على الميدان لإخراج المعدات متاعكم وللذهب لإغاثة المواطنين المنطوبين للنداء للتقناه الباح العشان منص منتعديل نسمع فيك نسمع فيك سوفيان من من الولاية لا من ناقص هي الجهوية بينابل ايوة ممتع الهي للأحمر اي وقع الاتصال بالفريق الوطني للمشارك الكابرات في الليل قبلنا الصباح قبلنا الصباح ومشينا الدياكتمال بداء مع تمدي التكالسة باش نقيم الأوضاع غذيك معنا رئيس الهية الجهوية من تعليل اللحمة بيفت مسؤول الكواس وقيمنا الوضاع غذيك ببداء سي سوفيان معنتا عملين اخرجتوا كان اليوم بثمين عصباح مشيتوا معناتا خرجتوا لإغاثة التناس عليش ما خرجتوش ما نجمتوش تخرجوا البارح ما نجمتوش بعد ما يتيح الماء شوية تنجموا انتوما تباركالة تبدو لبسين اللباس الخاص متاع الإغاثة تجهيزاتكم زادة محذرة حتى من الناحية تقنية معنتها معدى للغرض لإغاثة لإغاثة تنجموا تغطسوا في خمسين سنتيمة أو متر وماء نغطسوا حتى في أكثر من الماء أما نحن 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 متطوعين سكي فيه كل واحد كان يخدم على روحه جنتنا وخارج الفيق اليوم مشيتوا خاصة المنطقة تكلسة ولا أغاثة والناس في بقايا أخرين المنطقة تكلسة بداء وقيمنا الأوضاع هذه كال إله ما تبقيته الناس غارقين في ديارهم ولا خارقين خسايا مادية اللي دا تسخاه حتى اكتبهم وكاسهم وش بش نقول لك على الوضاع لغادي الفوشات ما فهم ماش النام ما فهم ماش ال بين حنس لك سؤال سوفيان بن براهيم أنتم دوركم أنكم تدخلوا للمناطق الواعرة الصعيبة هذية تخرجوا خاصة الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين والكهول والناس الكل ما تمام تنتشلوهم من ما اللي يوم غارقين فيه ولا اللي بيتوا فيه في ديارهم الناس هذوما اليوم ما عندهم ش ديار ما عندهم شيني بيتوا ما عندهم ش فروشات كما كنت تقول ما عندهم حتى حويج فين موجودين الناس هذوما فين تم إيواءهم وشنو المساعدات اللي تقدمت لهم باشا على قل يعديوا الليلة وليالي الجايين في نوع من دينيتين من الكرامة فانتدار أنه ينجم يصلحوا ديارهم وديهم الإعانات باش ينجم يرجعوا ديارهم كما كانت وقاعدت السلطة الجهوية بالمداياس وقايمة بالمجهود هذه هيئة الهيئة الجهوية بالهيلة اللحمة بنابت هي لنظمة ونسقت ومع صلات من داح سؤال الأخير سوفيان بن براهيم نعود لك مسؤول في الهيلال الأحمر تونسي قبل ما نختم معاك ونعرف أنتم موجودين وموجود على عين المكان أنتم في تكل سمعت في عمليات ميدانية ديجا نكلم فيك وعندي 5% شارج فهمك أو بش نكمل في 8% من المشارج اللي عندك في تريف بكل صراحة وباختصار شديد هل وقع تقصير في الإسراع في تقديم الإغاثة والمعونة للمواطنين وإلا لا بكل صدق بكل صدق جواب واحد أحنا من الضب الهيلة اللحمة ومساعدة للدولة صار تقصير أو ما صارت تقصير سي سوفيان ما تنجمش تجاوبني واضح شكرا لك سي سوفيان بن إبراهيم شكرا جزيلا سي سوفيان بن إبراهيم يعطيك صحة والحقيقة نتمنى أنتكم معنا نتمنى لكم كل الجهد والقوة بش تنجموا تعاون والمواطنين الكل وتكونوا موجودين على عين المكان في كل الأماكن قالوا لي عنا زادة مداخلة من ولاية المناستير مرحبا ساعة قبل المناستير مثالي جيت قد قاد لحكاية خليني قبل ما نستقبل شارف الدين بن سالم ومعنا من المناستير خليني نرحب بالمهندس هشام السكوحي مهندس من معهد الوطني للراز الجوي خاطر ما بين الحاجات اللي بش نحكي فيها هل الموجة الغاضبة متاع التقصدية فين ماشية هل هناك خطر على ولايات أخرى البي رحي سمعنا أنه المناطق الضغط الجوي هذي بش تتنقل بالصحب اللي فيها الكل مش يلسوسة للساحل وللمناستير خالي قبل هذك في دقيقتين ناخذ تحيين للوضع وللوضعية في المناستير وفي الساحل مع شارف الدين بن سالم مراسل القناة الوطنية شارف الدين مرحبا بيك مساء الخير أمال أمال بالنسبة للوضع في جهة الساحل عموما مستقر بالرغم اللي راية البارحة هشهدت نزول كميات كبيرة من الأمطار سجلت ثاني أكبر منسوب مياه في تونس ليلة البارحة بمية وخمسة وخمسين مليماتر في شط مريم من ولاية سوسا كذلك تسعة وخمسين مليماتر في المناستير وأكبر نسبة في مدينة الوردانية تسعة وخمسين مليماتر والساحلين بواحد وخمسين مليماتر جهة المهدية فقط تلاثة وعشرين مليماتر لكن الوضع استاءمنه المواطنين خصوصا عند ارتفاع منسوب المياه خصوصا على الطرقات العمومية والمناطق السكنية المنخفضة مما استدعى الوجوء إلى فرق الحماية المدنية التي تدخلت في عشرات المرات لشفط المياه من المنازل وكذلك بالنسبة الديواني التطهير في رفع الأوحال والطمي خصوصا وأن البنية الأساسية المتعلقة بصرف المياه مهترئة ولا تتحمل منسوب كبير من المياه على غرار ليلة أمس لم تسجل أضرار مادية ليست بالمفهوم الكارثي خسائر مادية لبعض الأفراد أو فيما يخص البنية الأساسية متعلقة بقنوات الصرف الصحي أو الإمدادات بالنسبة للأودية ما عدا إجلاء عائلة من حمام سوسا وقع إيواءها في دار الشباب بسهلول والتدخل في الطريق الرابط بين هيرجلا وسوسا لإجلاء السيارة فيها أربع أفراد ونقلهم بعد محاصرة المياه لهم معدى ذلك لم تسجل أضرار لا مادية ولا بشرية كبيرة والوضع مستقر والليجان نعم نحب نقول أنه لجان مجبهة الكوارث في ولاية الساحل سواء في المهدية أو المنستير أو سوسا تتابع الوضع خصوصا بعد تنبيه ولاية الساحل يوم أمس أن الأمطار تتجه لولاية الساحل وقامت الجهات الجهوية المعنية بالاستعداد خصوصا الحماية المدنية وديوان التطهير للتخفيف من وطأة الأمطار التي نزلت البارحة وهناك تنويه كبير فيما يخص المجتمع المدني خصوصا في سوسا الذي تجند لعمليات رفع الأترباء ومساعدة المواطنين الذين شهدت منازلهم تسرمية شرف الدين كيفش الوضع حاليا في الليلة هذه ولا يمات الجهين معناتها مطمانين كيفش حاسين التقص بشي يتبدل بشيكون على استقرار شو المعلومات اللي عندهم بالنسبة لليلة البارحة في الوقت هذا بالذات معناتها الأمطار تنزل بغزارة الجو مساء اليوم مشمس ليست هناك رياح قوية السماء مشرقة النجوم بدأت تظهر ليست هناك غيوم كبيرة نحن على سطح ما فماش بارش أصحاب خصوصا وحنا على سطح متاع إذاعة المنستير ومنا اللي هو ما فماش بالحديث معه ما كتعرف أن الحمال المدنية تبع الرصد الجوي وانتي عندك ضيف الرصد الجوي ويقعطي معطيات أكثر فيما يخص بعد ما حكينا مع الحمال المدنية فم وجود أمطار في جهة الجنوب خصوصا في جهة خرقنا يمكن تكون أمطار غزيرة معدى ذلك عند الحمال المدنية أمطار غزيرة يمكن تمس توقعات نزل الأمطار الليلة يهم منطقة الساحة للكل المناسير والمهدية والكل ما فهم قالونا ما فهم كان إمكانية نزول أمطار غزيرة في جهة قرقنا من ولاية الساق سكرا عايشك شرف الدين ياتيك صحة شكرا لك أكيد بشكون في متابعة في موائك ما يمكن تنعود ونراوكم بعد في خبار الثمانية بش نخطف الكلمة عن شرف الدين بن سايل مقالك البنية تحتية خاصة قنوات صرف التصريف المياه مهترئة وهي في الحقيقة نعود نذكر ضيفيسي عبد المجيد بطيب رئيس مدير عام ديوان التطهير مهترئة في كل أنحاء الجمهورية مش كان في المناطق هذوم اللي هدتهم الأمطار الغزيرة والأمطار الطفنية واللي تثبت لنا في كارثة البارح في ولاية نابل الحقيقة أعطيني الموازنة البلان بتاع الخسائر بتاع الدقاء اللي صار البارح في ظرف 24 ساعة في اللحظة الفارقة دي نحب نترح مع الخمسة وفايات ورب يصبر عائلاتهم بالنسبة لديوان الوط كثير أنا بنكون الحديث مجال ولا ديوان الوط كثير حسب قانون حداثه هو مكلف بتجميع المياه المستعملة وتصريف ومعالجتها بالنسبة للمياه الأمطار الديوان يدخل من جملة المددخلين في طار اللجنة الجاوية المجابة الكوارث تلقينا إشعار يوم أمس من طرف السيدة الوالية وبعد التنصيق مع السيد الوزير أذننا باش نتنقله الولايات نبل تنقلنا البرح في الليل فريق الولايات نبل بالتنصيق زينا مع السيدة الوالية للمعاينة ولبحث عن إمكانيات المادية والبشرية اللي يمكن أن نوضح على ذمة اللجنة الجاوية اليوم الديوان سخر من بارح يعني مساء سخر تقريبا 25 معدة ما يقرب 60 عام موجودين في ولات نبل للتدخل تحت إشراف السيدة الوالية باش المواطنين يفهمونا سي عبد المجيد الأعوان التابعين ديوان الوطني للتطهير مع الموعدات اللي بعثتوهم المرة هذية باش يدخل وتدخل ما بعدي بعد حصول الكارثة باش ينظفوا القنوات من الأوساخ اللي تعبت فيها مش قنوات تدخل كان خاصة لشفط المياه الراكدة من وسط الديار من وسط الديار خاصة في الشكل شفط المياه الراكدة داخل المنازل بالنسبة البنية التحتية البنية التحتية يقول لك ديوان مكلف بيصهر على تصريف المياه المستعملة ومعالجتها وإلقائها في المحيط المتلقي بالنسبة للمياه الأمطار ديوان يدخل من جملة عديد المتدخلين على غيرها الوزارة التجهيز على خصوص غيرها البلديات الجماعات المحلية عادة مدخلين يعني مسؤولية مشتركة متقاسمة نفس الشي كان متضرر جراء الأمطار هذه بعض المنشآت اليوم ضرت وهذا مدعانة إلى التدخل دعوت مقاولات للتدخل وإزالة الأذرار إلى أي حد تقريبا نسبة الأذرار اللي حصلت لجوان الوطني للتطبيق في ولاية نابل نسبيا ضعيفة ماشي كبيرة ياسر يعني ما تعطلكمش على مواصلة المهام المتاعكم في الأيام الجاي سؤال الناس كل توين سالكل يحكي وفيه الناس كل ما معانت احنا الكل نلاحظو يتصب قطرتين لمتار مدة ساعة من زمان نغرقو فيش برماء بالمنجد هذيك هي العبارة نغرقو فيش برماء حتى سمحني في الكلمة مش نتكلم كيما يتكلموا توين سا معاناها من غير حضلقة ومن غير لغة قشبة البلوعات المسكوكات اللي نرمال ما هم يزمهم يشربوا الماء احنا ندومشين في الكيس ولقاهم وليو نفورات وليو يخرجونا في الماء هل صحيح أنه سبب متاعه وأنه اليوم في 2018 البنية التحتية اللي ممدودة تحت الكيسات القنوات معناتها والحليقة ما اللي يلزمها تشرب الماء مياه المستعملة اللي تخرج بالديار ومن المعامل ومن الريقار الكبار اللي في الشارع في الشوارع علينا القوم وليه تاخت الاستيعاب متاحها ضعفة قدام كميات المياه وكميات الأشياء إحنا نلقيها فيهم هل آن الأوين أنه نعود نجدوا البنية التحتية متاعنا بإمكانيات أكبر وبتقد استيعاب أكثر صحيح الكلام هذا ولا لا نا ما نقولش صحيح وما نقولش غاد نقول نسبيا فيه نوع من الصحة الدوان ما بقاش مكتوف الأيدي عدة مشاريع انطلقت والبعض منها في طول فرز العروض والبعض منها في طول الدراسات لإعادة تهذيب المنشآت على غيرها قنوات تصريف مياه المستعملة أو محطات الضخ أو برنامج لتهذيب وتوسيع محطات تطهير فنبقى يا عبد الضب فنبقى مناطق فنبقى في كامل تورب جمهورية في كل أنحاء في كامل تورب جمهورية تقريبا وقت يشيب اليوم حجم الاستثمار الشانتي وقت يشي نجم يتحل لا شوانتي ديما محلولة في الدوان التطهير شوانتي ديما محلولة اليوم برنامج الاستثمار في الدوان التطهير في المخطط هذية تقريبا 970 مليون دينار يعني برنامج الاستثمار تموح أول مرة في تاريخ الدوان برنامج الاستثمار بالشكل هذية ما يعادل 200 مليون دينار سنويا هذا للمستقبل المخطط هذية جاري 2016-2020 مخطط الجاري المخطط القادم ما زال بعد 2020 معنتها كم واطن تونسي قاعة توفي داري نتفرج فيك سواء تذريت بالكارثة اللي صارت البرح في نابل ودار يمشيت بالماء ولا كرهابتي ذاعت ولا اللي هو ولا مواطن في ولاية أخرى الحمد لله ما صار ليش الضرر بعد قديش نجم نرى نتيجة بعد قديش معناها من عام تولي كيف تصب الأمتار سواء صبت بشكل معتاد أو بشكل غير معتاد ما نغرقوش في البلاد ما يصيرش لنبوتياج ما يبحروش لكراها بالماء ما نغطسوش إحنا حتى لركبة في الماء ما يدخلوا نشي الماء لديارنا إلى آخره بعد قديش تقريبا نعم مش بعد قديش هنا تربط نعبر عليها يعني بالحجم الاستثمارات اللي يمكن وضعها على الذمة لإنجاز المشاريع هذه اليوم اللي شاهدناها في نابل يعني استثنائيا لأمتار اللي شاهدناها تقريبا أول مرة تقريبا درقم قياسي صار في تونس أمتار بـ 300 مليمتر لضرف ساعات عديدة ساعات قليلة حاجة ما نش متعاودين بيها ولكن ربما توسيه شي مزيد يحكي معنا أكثر تفاصيل من جانب العلمي ربما بشنواليوم متعاودين بيها ربما من هنا فصاعدا بسبب التغيرات المناخية بشنواليوم نعيشوه شي هذي يمكن بشكل دوري معنش صارت لنا مرة مش معنش في سيرانة مرة أخرى أحنا شنوها نعملو بش اللي صار لنا المرة هذي نتحسبو منه المراجية ونحضروا رويحنا ليه ونحتطوه وبش ما نعاودوشي نعاودو نفس الآلام ونفس الأخطاء ونفس المأساة ونفس المعاناة صحيح هنا تقول قايل بعد هذي شنو ناجي مش سي هنا تقول تقع دراسات لتشخيص الوضعية وما يمكن إنجازه في مخططاتنا المستقبلية إن شاء الله إن شاء الله ما تشوفوها شي هذي نعم عندك حاجة أخرى تحب تضيفها سي عبد المجيد بطيب رئيس مدير عندي ونتاتير فيما يتعلق بالوضعية في ولاية نابل لا ما عندي منظيف على الذمة موجودين الفريق يعمل ليلة النهار على ذمة المواطنين إن شاء الله ربي خفا لنا نسك ربي فضلك شكرا لك سي جمسك وحي سيتي كيما قلت مهندس من معد الوطني للراصد الجوي الناس كل تحب تفهم وبكل بساطة وبلغة كيما نحكي بها كل يوم في الدار مع الجدة والجد ومع الإبن والإبنة ومع الجارة ومع العطار ومع الززار ومع البنبيس اللي يصب لنا الليسانس في الكره بكل بساطة شنو اللي صار البرح رينا احنا زملائك تكلموا برشا ونفاون وفهم إعصار والناس كله تقول لني صار البرح في نابل هو فعلا إعصار وأنه تم تنبيهنا من سابق قبل بـ 48 ساعة من مصالح الرصد الجوي الإيطالي وقبل بأقل من 24 ساعة من ألمانيا الكلام هذي الكل وين الصحيح وين الغالد فيه نشكرك أخت ليلي على الاستضافة اسمي أبك أأمل على الاستضافة سمحني وبدأ خلينا على الأقل نعزيو المتوفين لأرحامهم حقيقة هو السنة ربما الوضع الجوي خلانا ربما نتحذر أكثر ومن قبل حتى احنا على مستوى المعهد الوطني للرز الجوي بحكم وصول تقلبات منذ بداية شهر أوت متحذرين اصدرنا جملة من البلاغات ونشارة المتابعة اللي لعدد المتاحة فاق المعادلات حتى في طمق الموسم معناها الموسم الأمطار موسمنا في ظهر سهر وشهر ونصف نصدر بلاغات ونشارة المتابعة بصيفة هذه ممكن في الحالة هذه بالذات ومنذ يوم 18 بالذبط 18 سبتمبر غاعدين نتابعوا كما جملة ناس هل نتابعوا الوضع الجوي على مستوى شبكة المحطات الرئيسية بتاعنا على مستوى العددية متع التوقعات الجوية زاد نتابعوا زاد كيف كيف مواقع التواصل الاجتماعي وشوفنا حتى معناها في مواقع أخرى اللي هي تعتبر عالمية وثم منها أخرى من هوات اللي أحكيه على عصار عصار خارج مداري باش نفهم كرا ما علمها عصار خارج مداري ساعة هو سمحني سينيشام خلني بواضحين بشوية بشوية هو شنو المكونات لزنغريديون يجبون يكونوا موجودين باش نقولوا هذا عصار وإلا لا هذا ما هو شي عصار هذا هو هو طوال أول حاجة يجبنا نفرقه ساعة بين عصار مداري وبين عصار كما نقول لك خارج المناطق المدارية كما العصار هذا مداري يعني ما يتكون في المناطق المدارية معناها المناطق السخونة دافية برشا كما شفنا العصار الأخير في لورنس في أمريكا ولا منقوط في شيرة الصين وهونغ كونغ ما أنت أحنا سعيب أنه يتكون عصار مداري في وسط البحر الأبيض المتوسط شبه مستحيل باش يصير من ناحية النوعية الثانية وهذه ربما اختصت فيها ربما حتى الأصدار النشر والبلاغ الذي أصدرت هو مركز عالمي معروف هو المركز الليطاري يختص في الأعصير الشبه المدارية التي تصير في وسط حوض البحر المتوسط وما نسميها عادة بلفظة الميديكين اللاتينية اختص فيه المركز الإيطالي وحتى التحذيرات اللي عملها عملها على منطقته وعملها على جزيرة سقلية وعلى جزيرة سردينيا اللي هم مش بعاد علينا باشا ما همش بعاد علينا ولكن هم الوقت اللي عملوها الانذار عملوها فيما خص لأومي 19 و20 ومن الخميس والجمعة وما صارش هالعصار وما صارش بكل اللي توقعوا ما صارش هم شو كنوا متواقعين انو بش دي موجة كبيرة او شبه مداري معنا او خارج مناطق المدارية من المفروض يكون فيه رياح قوية يكون عميق من ناحية الضغط الجوي يكون عميق جدا وكل ما يكون عميق هالمنخفض الجوي تكون الرياح حوله قوية برشا كما مثلا اللي ساير البرح وليت البرح في كندا في كندا فما أعصار قوة الرياح 120 وعشرين ولا 140 كيلو متر بالضبط هم حتى هو حتى بالنسبة 120 كيلو متر في الساعة هذا شيء هالمنخفض منكوت في جهة كونغ تجاوز الارقام هذه برشا 200 كيلو متر في الساعة لكن اللي صار البرح هي خلايا بمن احنا عنا مدة ونحن نزد في نشرات تحذيرية حول تطور الوضع الجوي في حالات السنثائية نحن عايشين في الفترة الأخرى في وضعيات غير عادية استثنائية من بينها شفتوا المسار في تونس الأيامات الأخيرة كذلك بجهة الساحل بجهة بنزرة 24 أوت معناها نحن طوع عنا فترة طويلة ونحن نراقب ونتابع على مدر الساعة 24 24 ساعة كامل أميام من الأسبوع ونصدر في نجارات نجارة مدابعة والبلاغات التحذير والتفسير للناس وحتى النشرة الجوية في الوطنية أو حتى في قنوات أخرين أو اللي يتعدوا في الإذاعات هذيك كل نحكي وفم مشكلة متع تواصل متع توصيل المعلومة وتبسيط المعلومة للمواطنين الحقيقة من نكذبش عليك أنا عديت ليمات اللي فاتت الكل نتفرج في النشرة الجوية ونحاول أن نفهم وما نفهمش لأنه يسر عبارات تقنية مواطن عادي ما يفهمهيش سواء أنتم مهانسين للرسد الجوية قبل ما نوصل لهذاك الريح القوية والأمطار منعش نجم نسميه أمطار توفانية كفش نوصفوها الأمطار اللي نزلت في الوطن القبلي نجم تعتبرها مدام تثبت هي كيبارة كارثة وفيغانات بصفة هذه ونجرت عليها وفايات من نجم تكون أمطار يعني موشي أعصال ce n'est pas un cyclone ce n'est pas un cyclone mais ce sont des pluies qui فرون يجعون تيجا متع سوحب رعدية شديد التنشاط يمكن جات بتبعاتها تسربت نتيجة الهواء برد تسرب الوسط تحوظ البحر لما تواسط من شمال من شمال من شمال من شمال مع البحر في الفترة هذه يعتبر دافي وسخون درجة حرارة ساتح البحر تتداوح على سوح وهذه عوامل تنجم تغذي الخلايا الرعدية بالرطوبة وقت البحر يبدأ سخون الدرجة تتبخر تزيد شوية ولذا يولي السحاب الرعدية تتكون معناتها الدنيا سخونة لوتا على سطح الأرض وفي وسط الماء يتبخر يتكون بالكميات كبيرة يعمل برشا أصحاب أصحاب على الهواء البلد اللي جاينا من شمال أوروبا يلزم هذوك نزوز شمال أوروبا يعمل هل يتسمون فيه أنتما خلايا رعدية معناتها تولي الدنيا معناتها خلايا رعدية معناها أمطار غزيرة وزوز عوامل عناصر المهمين فيها هي تزرب الهواء البارد والرطوبة الموجودة على سطح لكن الوضعية البارح بالذات ربما أكيد اللي هو الوضع كان الخلايا الرعدية اللي تكون الولانية واللي هبطت شيرت قربص ومبعدت كانت أساس تتبع في المنخفض اللي كان متأم معها حتى التمركز عرض خليج حمامات وبقاء يغذي في الخلايا اللولانية بالرطوبة وزاد معها هذية ولد خلايا رعدية ثابتة خطر تبلوكات بالأطراف متع سلسيل جبل الظهرية اللي تتمثل في جبل عبد الرحمن بالوطن القبلي وجبل زغوان بولاية زغوان معناتها تحصرت في المنطقة تحصرت في المنطقة هذيك بالجبال وقعد تتغذى وقعد تتغذى بالرطوبة هذيك نحن نعرف عدتين خالية رعدية ريمت دومش أكثر من ساعة ساعة ونصف أما في الوضع هذا بالذات في الخلايا هذه الثابتة تنجم تبقى عرب على خمسة سوايا وتصور خمسة سوايا أقل شي هي خمسة إذا أعتبروها إذا أخذوها من أول ما دخلت بخليج تونس منطقة منطقة قربس وتاكلسة والريجون هذيك هي لولانية مع الساعة الواحدة وما خرجت من المنطقة ومشت جهة الساحل جير تسوسة والمسير كان مع ستة وسبعة ونصف فما سؤال مهم من نجم نختم إلا ما نسأل البرة يسيرونهم لحكاية هذو يسيرونهم الأعصير وإذا لازل بعيد شار على سامعين الكل ويسيرونهم البراكين وكل شي ولكن عندهم من التجهيزات ومن التطور العلمي والتقني ومن المراقبة الفوقية الفضائية بساتيليت وحتى تجهيزات وخير نظيمة وشخ اختصاصي ما يكفي أنه مقبل بفترة كافية يعرفوا لي بشي يصير يعرفوا الحجم متاع قوة الأعصار ولا الكارثة الطبيعية لجايتهم وقبل بجمعتين وبتلاثة جمعات مش يعملوا البلاغات متاع تحذيرك هوا لكن تمشي الصلط على عين المكان لأنه المعلومة تكون موزعة بين جميع الأطراف تهبط وتمشي وتجلي السكان تخرجهم المناطق اللي موضوعين تحت الخطر تخرجهم وتبعدهم والدليل للأعصار اللي سارت ذكرته وانت في فلوريدا وبعد مشي دراب الفلبين وبعد مشي للصين الناس خرجوهم من المناطق اللي مهدين بالأعصار قبل اللي بجمعة خرجوا مديارهم وهزوهم سكرون في بلايس أخرين وبالتالي فما خسائر ربما على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الأبنية والأشجار والنخل ولكن العنصر البشري يتم حمايته ويتم الاحتياج أنه يعني يجنبوه أنه يقع في الخطر أحنا عليش ما نجح هك عليش احنا ما نتفكر هو أكيد الإمكانيات تعمل الفارق تخلق الفارق من أجموش نقارن إمكانيات الرز الجوي في تونس بإمكانيات الولايات المتحدة الأمريكية لكن لو كان نرجعه شوية للتنظيم خاصة في الحالة هذية متاع الكوارث نحن ربما الرز الجوي يرى أنا مسؤولين على الإعلام متابعة دورية لحالة التقس بعناصره الكل متابعة يومية على مدار الساعة باستعمال المعطيات الموجودة لكل المسجلة والمرصودة وكذلك زادة كيف كيف معطيات تأتينا من خلال النماذج العددية النماذج العددية نبقى نحن في تونس هي مربوطة بقيمة متاع حسابات بحسوب آلي اللي هو حسوب ضخم اللي حتى الموارد الاختناء ونحن على الابواب نحن على انت اقتناء حسوب بشي يولي يولي عملنا هنا ماذا للتوقعات الجوية العددية اللي تعودنا تريف كيف نرجع اختمال على النظام نحن نرى نعلم من ننظرش ومن نحذرش ثم منظومة كاملة تخدم في العملية هذه كلها في مستوى الكوارث ودارة الكوارث معنا هذه معنا اللجنة الوطنية الكوارث وعننا الإيجاد الجوية وإحنا بشهادة الجميع معناها ما قصرناش من حياتي ما بقعها وشنوها المعطيات اللي عنا والإمكانيات اللي عنا راي متنجم مش تسمحنا بش نوص ونتوقعه 200 أو 300 كم في 4 سوية بايسي هشام ساكوحي نعود نذاك لسياتك مهندس من المعاد الوطنية الرأس الجوي نختم معك بالسؤال هذه وزيوب نعلي فيسا معناش إمكانية أنو نتعاون ومع دول عندها إمكانيات أكثر منا تعاوننا نستبقو معنطها الخطار قبل وقوعه هو تعاون إلى حد الآن موجود بطبيعة الحال إحنا طوى نعتمده حتى على النماذج العددية هذه العددية مناش غاعدين نخدمو بها احنا مهمش عينغوت لك طوى غاعدين على اقتناء حسوب آلي باش نخدمو نعمل توقع جوية عددية خاصة بين احنا ما نبقو ديما في إمكاني نتعاون مع بلدان أخرى في الميدان هذي ميدان زادة كيف كيف الكفاءات ولا حتى التكوين وكذا نعتمدو دائما على البلدان هذه طعا في حوض البحر المتوسط ربما التعاون زادة في مستوى البلدان المغرب العربي ممكن يسر مع الأخوة الجزائرين وربما حتى مع الإيطاليين والإيطاليين احنا باش نمشي والإصفاقس في كلمة صغيرة هل اللي صار البرح في ولاية نابل وفي الوطن القبلي فم احتمال أنه يصير في مناطق أخرى يتنقل لمناطق أخرى بعد الساحة اللي يهبط شوية للجنوب إصفاقس وقارقنا وجبس ولا لا في من خص الظروف هذه ربما عنا شوية مؤشرات تقول اللي معناها المنخفض مزين متواجد أما ربما نقص برشة مؤشرات أخرى بمانتين ما هيش كاملة احنا حتتنا وبره أصدرنا نشارات عادية إذا دا مش ما هيش إنذارية اللي الوضع وممكن يسر نجم التطور شوية في متلالها خستان في 24 ساعة من البارح لليوم على جهة سفاق سبليتو ولكن معناها حس ما نشوفه التوى بالمتابعة اللي مهوش قاعد عبش سير حاجة كبيرة دونك معناش ما نخافه هو بيش تقولي تتعاود بالكفية لصارت البارح ربما تعتبر هذي غرور مني ما نقولك يستحيل تتعاود في الظروف هذه وفي الظرف هذه في المدر نشاء الله نشكرك باشا هشامسا كوحي مهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي شكرا نسعب مجيد بطيب رئيس مدير عام ديوان التطيير بعد شوية ضيوف وخينا يدخلوا بحدنا للبلاتو في الانتظار اشتركوا في القناة